موسيقى تعاملت الاجهزات المعنية العامة منها والخاصة مع العاصفة الثلجية جنة بكل حرفية وأمانة وذلك ما حدا من تدعيات سلبية كان من الممكن أن يكون لها الآثر السلبي على محافظة الكراك بشكل عام لكن سوء البنية التحتية بات هو الأمر الأهم والعائق الوحيد لسير الحياة الطبيعية في محافظة الكراك نتابع معنا التقرير التالي من الكراك موسيقى ألقت العاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة مؤخرا بظلالها على المشهد في محافظة الكراك فتوجهت جميع الجهات المعنية إلى إنشاء غرف طوارئ للتخفيف من حدة تأثيرتها على المحافظة وفي هذا الصدد تحدث لنا مدير شركة الكهرباء المهندس سهم المجالي عن الأعطال التي تعاملت معها كوادر الشركة في مختلف مناطق المحافظة قامت كوادر شركة توزيع الكهرباء منذ الصباح بإعداد خطة طوارئ قصوى للعمل أيام الخميس والجمعة والسبت لمعالجة جميع الأعطال التي حدثت والتي سوف تحدث من خلال هذه العاصفة حيث تعاملنا مع أعطال من أهمها كانت في مناطق مدين والمشيرفة والحوية والعزيزية تم إصلاح هذه الأعطال وحاليا نقوم بإصلاح جميع الأعطال الفردية على مستوى المحافظة فتعرضت أيضا المحافظة لصاعقة وقوية جدا مما تسببت فيه برق قوي وصوت عالي جدا وقامت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بعمليات فتح الطرق سواء من التراكمة الثلجية أو المياه التي أغلقت الطرق نتيجة ذوبان الثلوج في الأيام التي تلت العاصفة وقد بيّن مدير أشغال محافظة الكرك أن كوادر الأشغال العامة كانت تعمل على مدار 24 ساعة بكافة كوادرها وطاقتها القصوى المواقع التي فيها تساقط كثيف للثلوج حطينا عليها آليات مجنزرة في ثلاث مواقع اشتغلت حوالي 32 آلية من هنا المستعدات من انتبعت لمدارة الأشغال في البداية طبعا أن أول بأول الآليات عملت على إزالة هذه الثلوج وعدم تراكمها على الطرق الحمد لله رب العالمين مبارح كانت الطرق سالكة أمام حركة السير واليوم الصباح طبعا كان فيه موجة ثاني من هذه الثلوج وعملنا على إزالة تكاملة حاليا لعند الساعة حداشة كانت كامل الطرق التابعة من تلك الأشغال في فتحة محرة السير كما قامت كوادر الدفاع المدني بجهود جبارة في محافظة الكرك وباقي محافظة المملكة خلال العاصفة وذلك من خلال إسعاف المرضى وفتح الطرق وشفط مياه ذوبان الثلوج عن المنازل ولغايات ساعات المساء المتأخرة وقد تظافر جهود القطعين العام والخاص في سبيل تخفيف حدة العاصفة اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا الله الحمد لله رب العالمين القطع الخاص بجميع كوادره العمالية واللاليات قام بفتح الطرق في لواء المزار والكرك عامة في فتح الثلوج وفتح الشوارع كامل في مؤاب الحمد لله في مؤاب والمزار والمناطق التي غطاها الثلج في عنا الحمد لله رب العالمين أخاديد المياه التي تظهر في شوارع مناطق مؤتوى المزار والتي تتسبب بالكثير من المتاعب لسوء البنية التحتية لشوارع تلك المناطق تزيد من وجوب إيجاد حل جذري ونهائي لهذه الشوارع التي تتحول في كل شتاء إلى شوارع طينية إن صح التعبير لبرنامج منه فينا أحمد خريسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر